قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن أحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق على المدى القريب غير مرجحة وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قد قال أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد التأكد من أن الولايات المتحدة لديها خيارات أخرى متاحة لضمان عدم امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية إذا فشلت جهود أحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وضف أن واشنطن ستظل تواصل الضغط من أجل معاودة تنفيذ الاتفاق لكن صبرها ليس أبديا ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجي الإيراني ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي أن إيران أعلنت وتعلن أنها مستعدة لمواصلة التعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدد استعداد بلاده للتعاون مع الوكالة لإزالة التصورات الخاطئة وغير الواقعية المتعلقة بالنشاطات النووية السلمية للجمهورية الإسلامية إلا أنه اتبر أن هذا التعاون يجب أن يكون مشتركا من الطرفين ويأتي في نطاق الحقوق والواجبات أيضا ترجمة نانسي قنقر شكرا